السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب التعليم الفني من تخصص الزخرفة والإعلان بالتعليم الصناعي مادة الأجهزة والمعدات من المواد التكنولوجية المهمة جداً لتخصص الزخرفة والإعلان هي بتعرفك إيه هي العدد والأدوات والأجهزة اللي أنت بتستخدمها في التخصص بتاعك أول باب عندنا في مادة الأجهزة والمعدات هو باب الرش النهاردة هناخد جزء الأول منه الجزء الأول منه اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة هنتكلم على أول حاجة مسدس الهواء الساخن تاني حاجة هنتكلم عليها أجهزة ومعدات الرش التوافقي تالت حاجة هنتكلم عليها أجهزة ومعدات الرش الغير هواء وبرضو إن شاء الله تعالى يعني هنتكلم عليهم وهنشرح هنشرحهم يعني كويس وبإذن الله هكون فيه يعني فيديوهات بتشرح معنا أو بتساعدنا في شرح المادة دي وفي آخر الحلقة إن شاء الله هيكون فيه أسئلة الأسئلة دي يعني يريد نجهز بالورقة والقلم ونكتب الأسئلة دي عشان لابد إن احنا نحل الأسئلة دي عشان نبقى ذكرنا الباب بتاعنا أو ذكرنا الدرس بتاعنا وأول ما هنبتدي دي الوقتي هنبتدي نتكلم على المسدس الهواء الساخن مسدس الهواء الساخن من الحاجات المستحدثة في العصر الحديث في الاستخدام بتاعها ولو بصنا على الشاشة معنا هنشوف الشكل بتاع مسدس الهواء الساخن مسدس الهواء الساخن زي ما احنا شايفين كده هو ده الشكل بتاعه ودي الأدوات المساعدة اللي هي بتستخدم في يعني إنجاز العمل الخاف بهذا المسدس المسدس دي بيستخدم في حاجات كتيرة جدا في الوقت الحالي حاجات كتيرة جدا جدا وليه استخدامات مختلفة وليه استخدامات يعني متعددة المهام وبقى حاجة مهمة جدا اللي هو زي ما احنا شايفينه كده يشبه السشوار بس طبعا من زي السشوار ده درجة الحارة بتاعته تصل الى ستمائة درجة مئوي يعني قد درجة الغليان ست مرات والدرجة دي بتسبب انسهار لبعض المعادن طيب تعالوا كده نبص على مكونات المسدس ده لو احنا بصينا للأجزاء بتاعته اول حاجة نمر واحد وحدة التسخين وحدة التسخين موجودة في المكان ده وحدة التسخين بتاعت المسدس وحدة عبارة عن فيها سلك التنجستين زي السخان اللي بتاع اللي هو بيعمله عليه الشاي والقهوة وحدة سلك تنجستين بتبقى سخنة وفي حواليها يعني جسم عازل وفي عندي هنا الجزء بتاع اللي هو المروحة وعندي موجه الهوى وعندي الجزء بتاع اللي هو اللي هو مفتاح التشغيل والجزء الخاص بالجزء الكهربائي وعندي كمان بيبقى فيه عداد لتحديد درجة الحرارة يبقى لو قولنا تكون من ايه واحدة التسخين موجودة هنا مفتاح التشغيل موجود في المكان ده استوانة عازلة للسخان بتبقى حوالين السخان جسم السخان الخارجي اللي هو جسم البلاستيك الخارجي المقاوم للحرارة جسم مروحة الهوى هنا موجه الهوى الخلفي بيبقى موجود فيه المكان ده ريش تربينية للهوى بتبقى موجودة جوه الجزء اللي هو ده وجسم المسدس وقفيز لتثبيت السلك بيبقى موجود هنا ومصمار لتثبيت جسم المسدس طيب تعالوا هنبص على الفيديو ده بيشرح لي المسدس التركيب بتاعه الداخلي عبارة عن ايه هنا الجزء بتاع مفتاح التشغيل والاجزاء الكهربية اللي موجودة فيه مسدس الهواء الساخن هيخلع هنا الجزء الوحدة بتاعت المروحة المقاومة طبعا للحرارة وفيه موجه الهوى اللي بيشفط الهوى من آآ آآ الخلف وبيدفعه داخل الجزء بتاع السخان اللي موجود هنا اللي هو بيبقى فيه سلك التنجستين اللي هو بيعمل عملية تسخين فالهوى يمر من خلاله فمع التسخين ده آآ يطلع لي الهوى السخن من قدام اللي يصل لدرجة حرارة حوالي 600 درجة آآ مقاوية طيب بيستخدم في ايه مسدس الهواء الساخن بيستخدم في ازالة الدهانات وورق الجدران خاصة الورق المحبب ويستخدم في فك بلاط الفينيل او القنال تيكس الملزوء على الارضيات وبيستخدم ايضا في فك وتزبيت الملصقات البلاستيكية فوق السيارات ويستخدم برضو في اللازق يعني دي استخدمت كتير جدا جدا آآ برضو بيتعمل بتأسيرات بالحرق على الخشب يعني لما ارفع درجة الحرارة بتاعته 600 درجة مقاوية ومشي على الخشب بيبتدي انه هو يعمل تأسيرات حرق على الخشب وآآ توسيع وصلات الخرطيم يعني لو فيه وصلة خرطوم انت عايز تركبها وآآ يعني ديقة شوية تسخنها بمسدس الهواء الساخن فالصامولة توسع شوية فإذا قد قد تربطها ويستخدم ايضا في تكفيف الدهانات وتسخين بعض الاجزاء قبل عملات اللازق وايضا فيه احيانا فيه اللحام بالاسدير طيب طبعا يعني زي ما احنا شايفين كده نظري التجريل بتاعته ايه لما بضغط على مفتاح التشغيل بيبتدي آآ يتم تسخين السلك الحراري بوحدة تسخين آآ لما بيوصل لأقصى درجة حرارة السلك ده بيتوهج بدون ما يعمل لهب المطور بيدور بيبتدي يشفط الهواء الرياش التربونية دي تسحب الهواء الجوي وتدفعه من خلال الوحدة الخاصة بالتسخين هنشوف يعني طريقة التشغيل بتاعته زي ما احنا شايفين كده الشكل آآ بتاعه والأدوات المساعدة التي تستخدم فيه هاللاحظ هنا بيثبت الوش اللي هو عايزه وهيستخدمه هنا في إزالة طبقة اللاكيه من فوق الشباك الخشبي ده هنا آآ بيحدد درجة الحرارة ستمية درجة مقاوية اللي هو عايزها ويبتدي إنه هو آآ يسخم بيها سطح الدهان ومعاه سكينة المعجون المصاحبة ويبتدي يمشي ببطء كده فيبتدي يزيل طبقة الآيه الدهان آآ من على سطح الشباك الخشبي زي ما احنا شايفين طيب نظرية التشغيل بتاعته إنه هو قبل ما نبدأ التشغيل لابد نتأكد إن الجهد الكهربي يطابق الجهد الموجود على لوحة بيانات المسدس يعني شغال 110 واللمتين وعشرين أتأكد إن بريزة الكهرباء اللي أنا بوصل عليها محمية بواسطة الفيوزات أو القواطع أو مفاتيح أوتوماتيكية إن هي تفصل من تلقاء نفسها لو حصل أي خطأ أو خطر بحط الفيشة بتاعته في بريزة الكهرباء بوجه الفواها على مسافة مناسبة من المشغولة اللي أنا عايز أشتغل عليها مكتمشي الهواء الساخن داخل المسدس فيتسبب في إحرام إنه يحرق الفيوز الداخلي أو يتلف السخان لا أقرب ولا أبعد وأنا بستعمله من المشغولة ولما أضغط على مفتاح تشغيلي بيندفع الهواء درجة حرارة تصل 600 درجة مقاوية دي أعلى درجة فيه أقدر أتحكم فيها وأقلل فيها حسب السطح بتاع المشغولة اللي أنا شغال عليه وحسب قوة احتماله فيه تحذرات مهمة جدا لما أبتدي إن أنا أشتغل به لابد أنا أخذ الاحتياط بتاعي إن أنا أبعد عن المواد القابلة للإشتعال ما استخدموش فيه غرفة فيها رطوبة أو عند سقوط أمطار لأن طبعا هيشفط الكهرباء هيشفط الرطوبة أو بخار أو رزاز المية وتخش جواه طبعا فيه وصالات كهربية جواه هتعمل ماس ما استخدموش فيه الغرف اللي فيها مواد أو سوائل قبل الإنسهار أو على مواد بلاستيكية لأنها تنتج مواد سامة وإنها برضو قبل الإشتعال وإن يكون العمل فيه مكان جيد التهوية وإن العامل وهو شغال يراعي الأمن والصحة والسلامة المهنية فيه يبقى مرتدي قناع للوجه وغالبا كمان يرتدي قفاز يحميه من حرارة المسدس لو يعني عفويا كده جيه يعني إيده يبقى فيه قفاز بيقاوم الاحتراق أو الحرارة لو المطور تعطى الفلق أو إحنا شغالين أقفل المسدس ما وجهوش ناحية أشخاص أو أبصلوا من خلال فتحة خروج الهواء ما سيبوش في متناول الأطفال وإوعى حد يعني يستخدمه كمجفف شعر لأنه هيحرق شعره لأن يعني حتى أقل درجة حرارة فيه عالية للاستخدام ده وخطر جدا 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 هنشوف في الفيديو ده الاستخدامات المختلفة وطريقة الضبط للاستخدام للمسدس أنا أول حاجة زي ما قلنا بيحط الفيشة بتاعته يبتدي يزبط درجة الحرارة ده طبعا ده هنا يعني رقمي فبيزبطها غير التاني كان بيزبط درجة الحرارة ترمستات كده يعني عادي يبتدي يعمل عملية تسخين للسطح بتاعه قبل ما يعمل عملية الإزالة ويستخدم الأداة المستخدمة في كحت الـ A الدهان من السطح ودي أداة بتبقى من الأدوات اللي بتتباع مع مسدس الهواء الساخن أو طأم خاص بيتباع لي زي ما احنا شايفينه طبعا بعد ما بيخلص لابد ان هو يشيل اللي هي ايه اللي هي الفيشة من الكهرباء استخدم أداة تانية من الأدوات المصاحبة لمسدس الهواء الساخن كل أداة ولها استخدام معين الأداة التالتة بصوا هنا بيسيح أسدير سلك أسديره ومعلي درجة الحرارة ودي بيستخدم في الأسدير هنا لو تاخدوا بالكو بيعرض لدرجة الحرارة فبي البلاستيك بيلم هنا بيشيل بلطات الفنيل أو بلطات القنال تيكس باستخدام الأداة دي ماشي في أداة تانية بيوسع بيها الوصلات وبيفك بيها اللحمات في أداة تالتة بيستخدم فيها آآ يعني بلاستيك كده معين بيبينصاهر وبيملى بيه الفراغات في الأسطح اللي هي فيها خدوش وفي أداة تانية بيستخدمها في اللصق واللحم للجلود الصناعية أو الجلود الطبيعية طيب إحنا كده يعني عرفنا ما هو مسدس الهواء الساخن وما هي استخداماته هنا هنتكلم على معدات وأجهزة الرش التوافقي الرش التوافقي زي ما احنا شايفين كده أدواته هي معدات وأجهزة الرش الهواء ومعنى الرش التوافقي هو التوافق ما بين الهواء والرزن أو الدهان سواء ده تم داخل المسدس الرش أو خارجه أو داخل وعاء الرش المثبت فيه المسدس من أسفل أو من أعلى حسب طراز المسدس سواء كان ايروغراف أو ديفيليبس أو المسدس الخاص ده اللي هو ليه يعني راسين أو فتحتين لخروج الديهان طيب إحنا درسنا في الصف التاني الأجهزة والمعدات الخاصة بالرش الهوائي والمستخدمة فيه رش الدهانات على الأسطح المختلفة ولا ده بد أن احنا نعرف أن معدات الرش التوافقي تقوم على طبعا زي ما قلنا قلط الدهان والهواء معا عن طريق العديد من الأجهزة والمعدات قبل الاستخدام المباشر هنشوف جهاز مهم جدا من أجهزة الرش التوافقي في الفيديو ده والجهاز زي ما احنا شايفينه كده عبارة عن جهاز الجهاز ده عبارة عن وعاء الوعاء ده بيبقى فيه الدهان وفيه عندي فوق اتنين جهاز لقياس ضغط الهواء واحد فيهم زي ما احنا شايفين كده بيقيس ضغط الهواء داخل الوعاء واحد فيهم بيقيس ضغط الهواء اللي رايح لمسدس الايه الرش هنا اهو دي اللي هي مقاييس او المالومتر اللي بيقيس ضغط الهواء ده بيقيس الضغط اللي رايح لمسدس والتاني بيقيس الضغط اللي داخل الوعاء طيب ليه لان الهواء اللي جاي جزء منه بينزل على الوعاء يضغط على الديهان عشان الديهان يطلع جوه المسورة الداخلية ويمشي لغاية ما يوصل للمسدس وجزء منه بيروح عشان يفتت الايه الديهان اللي في المسدس هنشوف ازاي عن طريق فيديو اه او عن طريق رسمة اه اه يعني بتوضح ده لكن هو هنا اه بيوضح لك ازاي الدهان يكون تقيل وازاي الدهان يكون اه خفيف عن طريق هذا المسدس وانشوف فيديو تاني بيوضح ده هنا بيعمل لنا تجربة بيروح اه 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 الدهان فهنا بيديني سطح دهان اه معتم وسقيل ويقدر انه هو يلعب في صمام معين فيديني سطح دهان اه اقل اعتاما والرزاز بتاعه او الاجزاء بتاعته هكون بعيدة عن اه عن بعضيها وبيقدر انه هو يزود الضغط الهوى او يقلل ضغط الهوى اللي رايح للمسدس والداخل نزل للوعاء بتاع الدهان ويعمل التوافق المطلوب ما بين الهوى وما بين الدهان اللي رايحين لمسدس الرش عن طريق الخرطومين اللي رايحين خرطوم اللي مسكين في المسدس خرطوم ماسك بيمشي فيه الدهان وخرطوم بيمشي فيه الايه الهوى وبيقدر يتحكم زي ما هو عايز عن طريق السمامات اللي هنشوفها ان شاء الله في الفيديو اللي جاي ونشوف ازاي بيتحكم في المستوى الدهان وثقله او خفيته وضغط الهوى اه او خفية ضغط الهوى بأمر الله هنا نشرح احد انواع مسدسات الرش التوافقية او اللي هي بيتم فيها التوافق ما بين الدهان وما بين الهوى وده عبر عن مسدس مسبت فيه وعاء بيتخلط فيه الهوى والدهان داخل الوعاء ده هو مسدس رش عادي ووعاء مسبت فيه لو احنا بصينا ليه هنا هنلاحظ ان الهوى باللون الازرق والدهان او الطلاق باللون الاحمر هما جوه الوعاء اهو الديهان اهو جزء ده فيه دهان والجزء ده فيه اه اه هوى الهوى جاي من هنا الهوى بينقسم في المكان ده الى جزءين جزء بينزل داخل الوعاء يضغط على الديهان فالديهان يخش المصورة دي ويطلع لغاية ابرت الدهان ولما يجي يطلع من هنا جزء تاني بيغبط الدهان من الجانبين فبيفتته على هيئة رزاز زي ما احنا شايفين هنا هنلاقي ان الرشة مختلط فيها اللون الازرق مع اللون الاحمر ده نظرا لتفتيت الطلاق اللي طالع من المسدس اللي هو تفتت ليه زرات من اه الالدهان بفعل الهوى هنا هنشوف تجربة الوعاء هنا مثبت من اعلى تجربة دي اه هيحط هنا زي ما احنا شايفينه وبيشرح المسدس وتركيبه وعبارة عن ايه والصمامات او الازرار بتاعته اللي انا بتحكم فيها هنا طبعا حط سمام الهوى خاتوم الهوى رش رشة رشة شايفينها تقيلة ازاي ومعتمة تماما الصمام اللي فوق ده بيتحكم فيه التقل والخفية هيرش رشة تاني هتلاقي الرزاز بتاعها بقى بعيد عن بعضه بيوسع النموذج بتاع الرشة والداني شكل بيضاوي تحكم تاني في الصمام وزود نسبة الديهان فداني رشة بيضاوي سقيلة القوام زي ما احنا شايفينها بيقدر يتحكم ده عن طريق الصمامات او اللي هي الصمامات اللي موجودة فوق زي اللي هي الورد دي اللي هو بيقدر ان هو يلفها زي ما هو عايز ويتقل ويخفف الدهان زي ما هو عايز عن طريق اه التحكم في كمية الهواء الدخلة للمسدس والطريق ايضا التحكم في كمية الدهان اللي برضو دخلة للمسدس وهنا كمية الدهان دخلة مسدس عن طريق وعاء اه الذي يعمل بطريق الصقل او الجاذبية اللي هو متعلق فوق الايه مسدس اه الرش في وعاء التاني اللي ده بيعمل عن طريق الضغط بيقى متعلق تحت مسدس الرش وفيه انواع من المسدسات المستخدمة في الرش التوافقي بتبقى ما بيتثبتش فيها وعاء بيتثبت فيها زي ما شفنا في الفيديو الاولاني خرطمين خرطوم للدهان وخرطوم للهوى وفيه نوع منهم بيبقى متثبت فيه تلات خرطيم خرطوم للهوى وخرطومين لمادتين من الدهان بيتخلطوا مع بعض فيه مسدس الرش زي ما قلنا كده فيه وعائين واحد بيه الوسيط مسبب بالمسدس والاخر بيه الرزن والاتنين منفصلين على المسدس والمسدس بيبقى فيه راسين مزدوجين بيرشوا ويدخلطوا مع بعض زي اللي احنا شفناه في الصورة الاولانية فيه وعائين واحد بيه الوسيط والتاني بيه المادة او الرزن بيبقوا مسببتين بالمسدس ومسدس رش هوائي والمسدس بالرس برضو مزدوجة وفيه وعائين تانيين برس واحدة بيتم الخلط من الداخل وخلط الهوى بنصاب المسدس زي ما احنا شفنا في الفيديو السابق هنشوف هنا في الفيديو ده مسدس الرش زي ما احنا شايفين كده واصلوا خرطومين خرطوم للهوى وخرطوم للدهان وهي طبعا هنا بيستخدموا في رش الطيارة طبعا زي ما احنا شايفين هو طبعا واخد كل الاجراءات بتاعة الامن والصحة والسلامة المهنية بتاعته اللي لابد ان هو يتبعها اسناء الرش عن طريق ايه عن طريق الكمامة اللي هو حاطتها وعن طريق الغطى بتاع الراس وعن طريق اللبس اللي هو لابسه طب ايه مزايا نظام الرش اه التوافقي من اهم مزايا الرش التوافقي امكانية تنويع نسب المكونات بتاعت الدهان مع تركيبة الرش المطلوبة ان هو يحط النسب اللي هو ايه عايزها يخلطهم مع بعض جوه المسدس او يخلطهم مع بعض خارج المسدس اه الدقة في خلط المكونات بالقدر دون استهلاك زائد او الفائد المعدات دي اه دايرتها مغلقة عشان كده الدهان بتاعها بيبقى نظيف مفهوش خالي من اه الشوائل طب عيوبه ايه؟ عيوبه ان اه ممكن يحصل تغير في قوام مادة الرش عند استخدام المعدات لو مراعناش فترة التفاعل طبعا ان دا هوى الهوى لما بيخش على الدهان بيزود اللزوجة ايه؟ بتاعته لو مراعناش فترة التفاعل وفترة التفاعل زادت ممكن الدهان يبقى غليز القوام طبعا من عيوبه برضو قلة الامكانيات الخاصة بالنقل والمنولة المعدات بتاعته بتكون احيانا تقيلة اه طبعا معداته غالية ومكلفة في تمنها اه نيجي بقى ليه الجزء التالت اللي هو معدات واجهزة الرش الغير هوائي الرش الغير هوائي احنا شفنا في اللي فات رش هوائي الرش الهوائي ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على ان فيه هوى جاي واصل المسدس وفيه دهان واصل المسدس اللي اتنين بيتقابلوا جوه المسدس جزء منهم بيروح عند الفواهة لما بيطلع الدهان من فواهة المسدس بيبقى طالع محاط بدايرة من الهوى او محاط من اعلى من اسفل بالهوى اللي بيخلي خط الدهان اللي طالع من ابرة المسدس بتتفتت الى زرات صغيرة بشكل اللي احنا شايفانها طبعا ده احيانا بيخلي الدهان سقيل خفيف القوام شوية ممكن احتاج اكتر من رش السطح عشان اغطي السطح بتاعي كمان طبعا بيبقى فيه استثمارات عالية لانه محتاج كمبروسر ومحتاج كمبروسر بضغط هوا معين احيانا بيحصل فيها بعض العيوب طبعا عشان الهوى يفتت الدهان بيبقى نسبة الموذيبات عالية جدا جدا احيانا نسبة الموذيبات بتبقى قد الدهان مرة ونص ومرتين وثلاثة عشان اقدر ان انا ارش من معدات الرش التوافخي ولكن الرش الغير هوائي ده مفهوش غالبا نسبة الموذيبات فيه قليلة السطح بتاع الدهان بيبقى سقيل القوام وحلو جدا فالرش الغير هوائي اا اقدر ارش به دهانات سقيلة القوام قوي يعني اقدر ارش به من جزلة البلاستيك مباشرة بالقوام التقيل بتاع البلاستيك الغريب انه بيرش يقدر يرش به معجون يعني يخف المعجون شوية ويرش به معجون ويسحب بسكينة معجون معينة السطح بتاع المعجون يقدر يخلص قوضة يسحب بها معجون في قوضة في خمس دقايق او في عشر دقايق اا مش منتشر قوي في مصر المعدات الخاصة بالرش الغير هوائي ولكن اعتقد ان اذا اا يعني بعض المستوردين او بعض اا الناس اللي هم شغالين في مجال الرش الغير هوائي لو اطلعوا على الفيديو ده يعني اعتقد انه هو يعني هيبقى اكثر انتشارا لانه هيخفف كتير قوي على اا اللي هم اا عمال او فنيين الدهانات او النقاشين في العمل بتاعهم وهيدي عمل اسرع ويحقق انتاجية اعلى في العمل طيب نبص على الجهاز الساحر ده او الجهاز المهم ده الخاص به الرش الغير هوائي اا الرش غير هوائي ما بنستخدمش فيه الهواء المضغوط لكن بنستخدم فيه اا يعني اا يعني اا طولمبة معينة الطولمبة دي بتشفط الدهان وتدفعه في نفس الوقت بدون هواء والطولمبة زي ما احنا شايفين كده المكونات بتاعتها في عندي اللي هو اا المسدس بتاعه بتاع الرش الغير هوائي ده مسدس معين تركيبة معينة وفي عندي اللي هو اللي هو خرطوم واحد رايح المسدس هو الخرطوم اللي ماشي فيه اا الدهان وفي عندي الطولمبة اللي هي بتاعت اللي هي بتشفط الدهان من الجزلة بتاعت الدهان على طول او جزلة المعجون وترشه فيه ذاتا اا الوقت طريقة التشغيل بتاعته هنشوف بنحط خرطوم السحب في وعاء الطلاء ما بيتمش تشغيل المضخة قبل ما يكون الخرطوم في مكانه جوه جزلة بوصل كابل الكهرباء بمصدر كهربائي بفتح مفتاح التشغيل الاول فيبتدي يخش الدهان اا ويملى اللي هي الاجزاء اللي بترش ويخش على المصفة الدهان بيخش على المصفة عشان فيه مصفة فيه كزا مصفة مصفة موجودة فيه الطولمبة ومصفة موجودة فيه ايد المسدس عشان لو فيه اي شوائب تنقي من الشوائب وبعدين اا افتح مفتاح الاختيار اا على التشغيل لو تشغيل بالدفع لان فيه تشغيل بالتنظيف يعني وازود وخفت الضغط زي ما انا عاوز واضغط على زيناد المسدس فيطلع الدهان او طلاق من فوهة المسدس لسطح المجرولة نشوف الفيديو ده هو هنا هو حط الجزلة وحط فيها الخرطوم بتاع الشفط شغل الضغط بتاعه وبدأ انه هو يملأ الاجزاء بتاعت المسدس ادي في وهة الدهان وادي يشوف بيرقى اسلوب الرش بتاعه اهو بص يقدر انه هو يرش زوية الحيطة بطريقة معينة يقدر انه هو طبعا هو بيرش في مسافة معينة يعني عشرين سمتي ولا حاجة خمساشر لعشرين سمتي بعيدة عن السطح وهو عمال يرش بيرش بالمسدس نص الرشة الاولى بتغطي نص الرشة اه التانية وده اسلوب الرش اللي هو بيستخدمه اثناء الرش لابد طبعا يبقى لابس اه اللي هي اللي هو الوقاية اه او ادوات الوقاية بتاعته اه التنفسية عشان ما المزيب بتاع الدهان او ريحة الدهان ما تقصرش على اه سدره طب نيجي نبص بقى على تركيب المسدس ده مسدس الرشة غير هوائي اول حاجة ايده نمرة واحد نصاب المسدس هنا دي الايد دي وفتح الدخول للدهان بتبقى موجودة جوه الايد اه وتتصل بمقدمة المسدس يعني متصلة بالمكان ده وعندي تدفق الدهان وعندي الفواهة دي مهمة قوي الفواهة دي بتنقسم الى جزء اين جزء اه بيتغير حسب وسع الدهان وكم الدهان اللي انا عايز اه اطلعه والجزء ده اللي هو اه بيتحكم فيه اه اه الفواهة وبيتحكم فيه شكل الدهان اللي طالع ومدى كميته ايه وجزء ده بيتغير على فكرة تمام وعندي فلتر بيبقى موجود جوه الايد او جوه النصاب فلتر ده اللي هو الدهان بيخش فيه ولو فيه اي شوائب موجودة اه داخل الدهان فالشوائب دي الفلتر ده بيمتصها المسدس ده مؤمن ضد مخاطر الاستعمال الخاطئ بتلت طرق مؤمنون ازاي عندي مفتاح امان لغلق الزناد بيكون موجود فيه الايد او النصاب او بجوار الفواهة طبقا لتصميم المسدس عندي واقي امان بيضمن بعض مناسب عن منطقة الضغط المركز العالي وعندي الفونية الخاصة بالمسدس اللي نقدر نرفعها لضمان عدم خطورة الضغط العالي للاطلاق على المسترد يعني فيه مزود باكتر من حاجة للامان طريقة استخدام المسدس طبعا زي ما احنا شفنا في الفيديو السابق بنمسك المسدس بقوة بيكون الفواهة اللي احنا شايفينها دي عمودية على السطح ببعد من 12 ل 14 سنتي ما بيتمش الضغط على الزيناد الا بعد ما ابتدي حرك المسدس لو حصل سدد في الفواهة اثناء الرش بعكس الفواهة فالشوائب اللي موجودة اللي سدد الفواهة بتخرج وبعد كده اعكسها مرة تانية في الاتجاه الصحيح واكمل الشغل بتاعي هشوف فيديو بيتكلم على الفواهة والفونية دي مهمة جدا الفونية دي لقدر ان انا لها رقم معين ورقم ده هنا فيه سقب معين في المكان ده السقب ده بقدر لما حط الفونية دي في الفواهة بتاع المسدس يوسع قطر الدهان بتاعي حسب ما انا عايز وفيه بعد كده الفلاتر اللي موجودة فيه اه اه ايد المسدس الفلتر ده بصه اه اللي هو يطلع اه نقاط اما نقاط نعمة او نقاط خشنة او نقاط كبيرة حسب صمك الفتحات اللي موجودة فيه الفلتر وفقا لنوع الدهان اللي انا اه برش طيب ازاي بيتم تنظيف وصيانة المدخة والمسدس اول حاجة بفتح مفتاح امان الزناد وبقفل مفتاح التشغيل بتاع الوحدة بعد كده اه بعمل وضع المفتاح التشغيل على تحرير اللي بختار تحرير الضغط اه انه هو يركز على الخرطوم والطرد مشي الشفط بفكه فواهة المسدس وبحطها في مزيب وفقا لنوع الدهان لو كان النوع الدهان بيدوب بالمية بحطه فيه المية لو كان بقى احد الانواع الاخرى سواء كان تنر جاز نفط اي حاجة بحطه فيه الفترة محدودة بضبط المفتاح الضغط الاقل ضغط ممكن ما بيقاش ضغط عالي عشان يبقى السائل المنظف ماشي ببطء عشان ادي فرصة اكتر ليه ان هو ينظف ما بيديش ضغط عالي بطلع الخرطيم من الوعاء وافتح مفتاح التشغيل لمدة 3 دقايق عشان يخرج الطلاق من خرطيم السحب والطرد بحط المسدس في وعاء الطلاق واضبط مفتاح الاختيار على الرش عشان السوائل المنظفة تمشي جوه المسدس وتمشي جوه الخرطيم وبضغط عالزناد ولما بضغط عالزناد بتاع المسدس بحط بوز المسدس في وعاء او جردل عشان المزيب يطلع وابقى شايف المزيب وهو طالع لغاية ما يشوفه نضيف واتأكد ان كل المجرى اللي ماشي فيها الدهان نطفت من الدهان اللي كان موجود فيها بعد كده بجفل في المسدس وجميع الملحقات بتاعته هنشوف فيديو فيديو بيوضح طريقة التنظيف بتاعتي بتكون ازاي بضبط على وضع المضخة على التنظيف وبخفف الضغط بتاعي طبعا ببتدي ان انا يعني ازبط وضع المسدس بتاعي على وضع التنظيف ويبتدي السائل بتاع التنظيف بتاعي يمشي ويملى المسارات اللي كان ماشي فيها الدهان بتاعي ويبتدي ان انا امسك قطعة قطعة والفلاتر اللي موجودة واعملها عملية غسيل ويبتدي ان انا افك الخراطين بتاعتي واسبتها وابتدي ان انا اتأكد ان المسارات بتاعتي نظيفة ان انا احط قلم وصص زي كده واطلع القلم وبص عليه اتأكد ان ما فيش فيه لون معين كل دي الاساليب المتبعة فيه تنظيف وابتدي ان انا ارش لغية ما الفواهة بتاعتي تنضف تماما ويبقى الرش بتاعي اللي طالع مفهوش لون اتأكد كويس من ان مصارات المزيب ماشية كويس داخل فواهة الدهان وان الدهان بقى نضيف طيب مميزات الرش غير الهوائي ده ليه مميزات بيوفر كمية الدهان عدم استردام كمية كبيرة من المخففات بس تخدم الكمية اللازمة دون زيادة او نقصان المضخة قوية بدرجة تكفي لاستخدام وتشغيل كذا متدس في وقت واحد سرعة الاداء عالية بتزيد مرتين على الاقل عن الرش التوافقي او الهوائي بيحافظ على نظافة المكان لان عملية الدهان بتنحصر في المكان والسطح بتاع الدهان اللي انا برشه يمكن رش طبقات رقيقة من الدهان سهولة الاستخدام لمعداته مش بتتطلب خبرات خاصة فيديو اللي جاي ده فيديو مهمة اوي لاستخدام او اسلوب استخدام متدس الرش الغير هوائي وازاي زي ما احنا شايفين كده مسافة الرش قد ايه وبيرش نص الرشة الاولى بيغطي نص الرشة التانية لغاية ما يوصل للسطح كل وسرعة طبعا في الاداء هللاحظ حاجة تاني انه هو يعني ليه ادوات للتطويل او ليه وصلات للتطويل بتساعد في رش الاماكن العالية يعني بسهولة اكثر من الاجزاء الاخرى وعلى فكرة الايد بتاع التطويل دي في ايدين تطويل اعلى واطول من الايد اللي احنا شايفين الفني بيستخدمها احيانا لو بيدهن جوا اوضة ممكن يهو واقف على الارض يدهن السقف بتاع الاوضة زي ما احنا شايفين كده سهولة وبيتغطي المكان كله ويقدر ان هو يخلص المكان مع مدى شوف مع صعوبة المكان يقدر يخلصه في وقت ايه وجيز هنشوف هنا استخدام جهاز الرش غير الهوائي فيه رش يعني هنجر بتاع مصنع من الخارج نشوف سرعة الرش بتاعه وبانه بيرش ما فيش فراغات خالص ما بتلاقيش اي فراغ موجود بعد الرش هنا بص يعني السطح ده بتاع المكان دي او الورشة او الكوخ ده بص سرعة الرش قد ايه طبعا هتلاحظ فرق كبير جدا ما بين استخدام فرشة او رولة او استخدام هذا الجهاز يعني يحقق انتاجية كبيرة جدا جدا للعمالة او الفنيين وتريحهم بنسبة كبيرة في العمل وتخفض يعني الوقت بتاع العمل بتاعهم ويقدروا يعملوا انتاجية اعلى لاحظ انه هو بيدهن سقف طبعا بسرعة جدا ومساحة طبعا كبيرة جدا فيه مساحة المساحة اللي هو رشها قدامنا دي مثلا حوالي متر ونصف متر ونصر بيرشها فاقل من دقيقة هنا بيرش الارميد فوق سطح احد الفيلل او احد البيوت وسرعة الرش بتاع طبص عاملة ازاي يعني هنلاحظ كمان اللي هي الاسطح اللي هي الخشنة زي دي شوف عشان قد هناها بفرشة بتاخد مني مجهود قد ايه وبتاخد وقت طويل جدا وفي نفس الوقت افضل اعيد وزيد تاني عشان اوصل ليه الاماكن الغائرة لكن هنا بص لما استخدمت ايه اللي جرى ملت المسام كلها في يعني جزء سريع جدا وبأقل مجهود ممكن فجهاز الرش الهوائي من الاجهزة المهمة جدا في الاستخدام في عمليات الرش وعمليات الدهان واللي اتمنى ان انا اشوفه منتشر في مصر لانه فعلا بيساعد قوي في الوقت والمجهود ويخلينا نقدر نسلم بعض الاماكن وفقا طبعا للنشاط اللي حاصل في مصر في الوقت الحالي في نشاط الخاص بالبناء والتعمير وسواء كان بناء اسكان اقتصادي او اسكان للشباب او اسكان منخفف التخاليف او الاسكان السياحي اللي منتشر في شتى ربوع مصر الجهاز ده هيساعد قوي في سرعة الاداء وفي جودة التسليم هنشوف برضو حاجة تانية من المعدات المستخدمة في الرش الهوائي اللي هي بقى الرلة في الرلة اللي تستخدم مع مضخة الرش الغير هوائي دي رلة مهمة جدا وهم نوعين من الرلز اللي هو في رلة بيبقى فيها ذات المل الداخلي بيبقى الدهان من جوة ماشي جوة الرلة وماشي جوة المصورة بتاعت الرلة وبيطلع عليه سطح الرلة من قلب المصورة والنوع التاني بتاع الرش رلة الرش الخارجي بتبقى عبارة عن ايه بيبقى عبارة عن فوها بترش السطح وفوق الفوها الرلة الرلة دي اللي انت رشته هي بت ايه بتمشي عليه عشان يعني تخلي فيه انسيابية في الرش ده في بعض انواع الرش التقيل هنشوف معانا على السطح على الشاشة استوانات التوزيع الخاصة بالدهان ذات التغذية الداخلية تستخدم فيه احجام الاعمال الكبيرة بتوفر كمية الدهان بنسبة 30% بتوزع الدهان على كل جزء من اجزاء الاستوانة عن طريق التغذية الداخلية يعني هنا بيبقى الدهان ماشي جوه الاستوانة جوه المسورة هنا وماشي وداخل جوه فيه مسورة مخرمة راكب حواليها الرلة والمسورة دي بيطلع منها الدهان والدهان بيبل الرلة اللي بيطلع منها الدهان على السطح واقدر ان انا استخدم ازرع او ازرع طويلة ادهم بها سقف ونواقف تحت على الارض للدهان عشان ادهم الاسقف او الحوائط العالية هنشوف فيديو هنا الفيديو ده بيقول لي التركيب بتاع الرلة دي عبارة عن ايه ركب اهو الرلة ماشي وبعد ما ركب الرلة بيشرح لي بقى الاجزاء بتاعتها دي ايد الرلة وده دراع بتاعتها اللي بيمشي فيها الدهان وبرضو فيه خرطون بيبقى واصل ليها وده الزناد هو 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 بيرش ماسك فيه زناد في ايده بيدوس عليه زي مسدس الرش بالزبط ده اللي بيخلي الدهان يمشي جوه الدراع بتاع الرلة هنشوفه هنا اهو بيدهم السطح بتاعي طبعا محتاج انه كل شوية يبل الرلة فيه الجزلة او الجردل لكن الدهان طالع من داخل الايه من داخل الرلة نفسها الرلة في المكان اللي هو اللي هو بيده انه هو ماسك بير الرلة فيه مقبض المقبض ده هو بيدوس على الزناد في المقبض ده عشان يبتدي الدهان يشتغل ويوصل للرلة ويملع الرلة ويبتدي يدهن السطح زي ما احنا شايفين كده اهو استخدام الرلة ذات الخلط الايه اه الداخلي او ذات المل الداخلي نيجي النوع النوع التاني اللي هو استوانات توزيع الدهان ذات الرش الخارجي دي بتستخدم في المواد ذات اللزوجة العالية اللي هي يعني تبقى الدهان خشن قوي وايضا تستخدم على الاسطح الخشنة طب دي عبارة عن ايه دي زي ما احنا شايفين دي فونية او فواها بيطلع منها الدهان تمام بترش على السطح مباشرة يعني الفونية دي مش بترش على الرلة يا شباب الفونية دي بترش على السطح طب الرلة دي بتعمل ايه الرلة دي بتفرد الدهان السقيل او الغليز اللي ترش على السطح يعني اوعى تفتكر ان الرلة دي بترش الدهان على ان الفواها دي او الفونية دي او الفواها فواها الرش دي بترش الدهان اللي ترش على سطح هنشوف ده تركبها اهي هناخد بالنا ان الفوهة مش موجهة للرولة طبعا الزينات برضو موجود عندي في الايد بتاعتها يعني انا حابب ان انا اعيد تاني اهي نشوف تركيبها عامل ازاي نبص على الفيديو اللي بعدين والراجل بيدهن بيها اهي هو بيروش على السطح هنا بص شال شال الرولة خالص ويقدر ان هو يستخدم الفوهة دي في رش مباشر على الايه السطح اه نيجي بقى وصلنا لي اه يعني الجزء اه المهم اللي احنا ازاي هنذاكر اللي احنا خدنا النهاردة اللي احنا خدنا النهاردة هنذاكره عن طريق الاسئلة اللي قدامنا دي الاسئلة اللي قدامنا دي دي غالبا بتكون اسئلة خاصة بيه الامتحانات اسئلة خاصة بالامتحانات لابد ان انت اه يعني تحلها وتذكرها كويس وتحفظ الرسومات بتاعتها كويس عشان ده هيساعدك باذن الله تعالى في انك تبقى دايما اول بول بتذكر الدرس بتاعك طيب ايه هي اه الاسئلة دي اول سؤال ما هي مكونات مسدس الهواء الساخن كون من ايه وارسم قطاع ليه السؤال التاني بيقولك اذكر اهم استخدامات مسدس الهواء الساخن بيستخدم في ايه مسدس الهواء الساخن وما هي نظرية تشغيله بيشتغل ازاي عرف اهم مميزات وعيوب معدات الرش التوافقي ده سؤال مهم جدا نيجي ليه الرش الغير هوائي عرف ما هي الرش الغير هوائي ومما يتكون مسدس الرش الغير هوائي وكيف يتم تأمين مسدس الرش الغير هوائي من مخاطر الاستعمال مع رسم قطاع له قارن بين استوانة الدهان ذات التغذية الداخلية واستوانة الدهان ذات الرش الخارجي دي الاسئلة اللي انا عايزكم طبعا تقعد قصادي ومعاك ورقة او قلم تكتب الاسئلة دي وتحلها كويس قويب انت كده ذكرت الدرس بتاعك عايز اقولكو ان احنا تقريبا كده يعني خدنا النهاردة تلت الباب بتاع معدات الرش وباذن الله في الحلقات اللي جاية هنستكمل الباب بتاع معدات الرش هو اكبر باب في المنهج خدنا النهاردة نرجع مع بعض كده خدنا اه معدات الخاصة بمسدس الهواء الساخن وكيف عفوا كيف يتم استخدام مسدس الهواء الساخن ونظرية التشغيل الخاصة بيه وازاي يستخدمه بدون مخاطر خدنا ايضا العدد والادوات الخاصة بيه اجهزة الرش التوافقي وما هي اجهزة الرش التوافقي وتتكون من ايه ونظرية التشغيل بتاعتها ايه وهي عيوب ومميزات اجهزة الرش التوافقي خدنا ايضا النهاردة العدد والادوات والاجهزة بالرش الغير هوائي وما هي المعدات الخاصة بالرش الغير هوائي اه خدنا مضخة الرش الغير هوائي ومسدس الرش الغير هوائي ومكوناته وخدنا اللي هي الوصلات بتاعته وازاي بتوصلوا الاجهزة بتاعته وكيف يتم التنظيف وخدنا ايضا الرولة الخاصة بالرش الغير هوائي اللي هي الرولة الخاصة بالضغط الملء الداخلي والرولة الخاصة بالرش الخارجي الى هنا الحلقة بتاعتنا انتهت النهاردة وان شاء الله الى لقاء اخر في القريب باذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى